اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن انتاج الخام بمعدل مائة الف برميل يوميا ووقف صادرات نفطية من ميناء الصدر اكبر الموانئ النفطية في البلاد المؤسسة في بيان لها الجمعة بررت اغلاق ست موانئ بسوء الاحوال الجوية ما ادى الى انخفاض الانتاج بمائة الف برميل يوميا لعدم كفاية مرافق التخزين وقال المكتب الاعلامي للمؤسسة ان اجمالية انتاج ليبيا بلغ الجمعة مليون ومائة الف برميل يوميا